بجسد نحيف ولحية وشعر أبيض طويل هكذا بدأ رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك بعد اعتقال دام نحو ثمانية أشهر في سجون الاحتلال الإسرائيلي ممارسات قاسية تعرض لها دويك خلال فترة اعتقاله شملت التجويع والتعذيب والحرمان من النوم والعلاج الطبي ما أثر بشكل بالغ على صحته العامة الأسراء الآن في السجون يعانون معاناة شديدة جدا فقدوا من أوزانهم آلاف الأطنان من اللحوم البشرية والمعاملة غاية في السوء والمعاملة ليست إنسانية بحل من الأحوال لا يمكن وصفها بأنها معاملة إنسانية الدويك ذو الخمسة والسبعين عاما اعتقل في السابع عشر من أكتوبر الماضي ضمن ما يعرف بالاعتقال الإداري والذي يأتي بأمر عسكري وبدعوى وجود ما يسميه الاحتلال تهديداً أمنية دون أن يوجه له لائحة اتهام صورة الدكتور عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بعد ثمانية أشهر من الاعتقال الإداري الظالم في سجون الاحتلال الصهيوني تبرز لكل العالم حقيقة معاناة أبناء شعبنا ورموزه الوطنية داخل هذه السجون التي أصبحت مكاناً لكل أصناف التعذيب الجسدي والنفسي والانتقام الصهيوني الوحشي ضد أبناء شعبنا وميداناً للإعدام والموت البطيء لأسرانا وأسيراتنا حال عزيز الدويك هي نموذج لحالة المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم مؤخراً والتي تؤكد مصادر حقوقية استمرار الاحتلال في ارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة اللا إنسانية بحق الآلاف منهم على نحو ممنهج تؤكد شهادات المفرج عنهم أن القوات الإسرائيلية ماضية في نهج التعذيب الشديد والانتقامي من المعتقلين رغم إدراكها أنهم مدنيون إن التعذيب الإسرائيلي وصل إلى حد القتل والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والحقن بالإكراه بمواد مجهولة وترك ندوب وعلامات فارقة على أجسادهم هي انتهاكات مسكوت عنها ضد آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين لا يميز فيها الاحتلال الإسرائيلي بين فلسطيني غزة والضفة الغربية ترجمة نانسي قنقر